موسيقى نشأة مفصلة للأخبار البداية مع العنوي موسيقى ألاف الفلسطينيين يحتشدون في المسجد الأقصى لحياء ليلة القدر وعشرات الجرحة في اعتداءات قوات الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة فعاليات الإرباك الليلي في غزة تطلق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف القطاع تضامنا مع القدس والضيف يؤكد أنه لن يخلف وعده للمرابطين في القدس والأقصى ردود فعل عربية ودولية منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بمواجهة التطرف الإسرائيلي بالقدس أهلا بكم برغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي القمعية شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أحياء ليلة القدس وقد شهدت منطقة باب العمود مواجهات مع قوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من المصلين فيما ردت غزة بالإرباك الليلي حيث أطلقت البالونات على المستوطنات محيط قطاع غزة تجددت المواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال التي فرقتهم بالقوة في باب العمود بالقدس المحتلة بعد اعتدائها عليهم واعتقالها ثلاثة منهم وامتدت المواجهات إلى شارع السلطان سليمان الذي لاحقت قوات الاحتلال الفلسطينيين فيه وقرب باب الساهرة كما تجددت المواجهات في الشيخ جراح بالقدس المحتلة وجرى إحراق سيارتين للمستوطنين واندلعت المواجهات أيضا قرب حاجز قلندية شمال قدس وفي بلدة حوارة وفي مدخل قرية بيت جنوب نابلس وعند حاجز الجلم غرب جنين أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن قائد أركان القسام محمد الضيف عاد المرابطين في القدس والأقصى وليخلف وعده وكان الضيف قد هدد قبل أيام سلطات الإسرائيلية من مواصلة الاعتداء على المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس قائلا إن المقاومة سترد بكل قوة إذا حاول الاحتلال إخراج الأهالي من منازلهم لذلك أصيب فلسطينيون بالاختناق من جراء استهداف جنود الاحتلال الشباب المشاركين بفعاليات الإرباك الليلي بقنابل الغاز في قطاع غزة قد دارت مواجهتنا بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة مساء تضامنا مع القدس والمسجد الأقصى في ظل ما تتعرض له من انتهاكات إسرائيلية لجان المقاومة أكدت أن عودة الإرباك الليلي والبالونات الحارقة مع جهوزية صواريخ المقاومة رسالة مفادها أن المقاومة لن تترك القدس وحدها دعت حركة فتح إلى استمرار الهبة والتصدي ومواجهة قوة الاحتلال الإسرائيلي حركة فتح تؤكد أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المقدسات سيؤدي إلى مواجهة شاملة من جهتي قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن أصرار الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل للوصول للمسجد الأقصى يبين الاستعداد الكامل لدفاع عنه وحماية هويته في مواجهة العدوان الصهيوني أما حركة الجهاد الإسلامي فدعت الفلسطينيين في الضفة والقدس وأراضي 48 للبقاء في جاهزية تامة ومواصلة الرباط لإفشال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الاثنين المقبل وظهر فيديو تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من حائط البراق حين صاح المعتكفون في الأقصى الله أكبر رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو قال إن إسرائيل تتصرف بمسؤولية لضمان القانون والنظام في القدس مع الحفاظ على حرية العبادة في الأماكن المقدسة أفقى زعمه وسائل أعلام إسرائيلية أشارت إلى أن تصريح نتنياهو جاء خلال قيامه إلى جانب عدد من المسؤولين رفعي المستوى بتقييم للوضع داخل الأراضي المحتلة في ضوء أحداث نهاية الأسبوع بهجمته الأخيرة على المقدسيين المستمر كشف الاحتلال أنه ماضم في تنفيذ مخططاته التي سرعتها حسابات نتنياهو الشخصية بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة لكن الفلسطينيين الذين خبروا المواقف الدولية جيدا يعولون على صمودهم بالدرجة الأولى في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية محمد أبو عبدالله يطلق الاحتلال يده على القدس لتبطش بأهلها وهم معتكفون ويستبيح أقصاها في ليلة من أواخر الشهر الفضيل غير آبه بحرمة المكان والزمان ولا أيضا بحقوق الإنسان كدأ به منذ احتلاله الغاشم فلسطين على مرء العالم كله يمعن الإسرائيليون في الاعتداء على الحق الفلسطيني بهجمة هي واحدة من أقصى هجماتهم ضد المقدسيين لكنهم ببسالة تصدوا لها أصحاب الأرض والحق المرابطون لم ترهبهم قوات الاحتلال بخيلها وجنودها واستفرادها بهم وأمم الأرض عن طغيان إسرائيل صامتة بل زادهم إيمانا أنهم عن حقهم يذودون ورغم العدى والخذلان صامدون حتى أن المرأة لا يتساءل مشدوها من أين لهم كل هذه القوة في الصمود عزلا قد يكونون لكن لصبر إخوانهم في الفصائل المسلحة حدود فقد حذرت الأخيرة من التماد الإسرائيلي وإن لم تكفوا فلن تبقى مكتوفة أيا دينا بذاك الوضوح كانت رسالة التهديد وبتلك الجدية كما سبق أن فعلتها من غزة مع اندلاع انتفاضة رمضان مفهومة تلك الرسالة في إسرائيل وأما سلوك الأخيرة فمحكوم بنزعتين إحداهما إلى التهديئة أقرب تجنبا لتصعيد غير محمودة عواقبه وأخرها عدم الظهور بمظهر الفاقد زمام الأمور بما يرسله ذاك من رسائل ضعف إلى الفلسطينيين في ظل انقسام إسرائيلي هو ذاته الانقسام سياسيا وأمنيا ما يقود إسرائيل إلى حافة المواجهة برغبة جامحة من نتنياه المأزوم المتشبث بالسلطة خشية منه أن يكون مصيره خارجها خلف القضبان بعد الإدانة المتوقعة في تهم الفساد إذ تلاحقه الاتهامات أيضا بشأن التصعيد الأخير تصعيد يدرك العالم كله أنه انتهاك صارخ للقوانين الدولية حتى الظالمة منها لحقوق الفلسطينيين وعلى استحياء تأتي التنديدات تباعا عربية ودولية بلا أثر ملموس على أرض الواقع بينما تستمر إسرائيل في طيشها وبتشها تبدي واشنطن شيئا من القلق إزاء التطورات وتدعو إلى التهدئة في القدس لكنها لا تحيض عن نهج المساواة بين الجلاد والضحية في أحسن الأحوال وأما المطبعون فهم في حرج يحاولون تغطيته بإدانة شكلية بينما قلوبهم تأبى إلا الاستمرار في التعاون مع الاحتلال وفي ردود الفعل دان رئيس التركي رجب طيب أردغان لاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه المسجد الأقصى أردغان تعاهد أن تستمر تركيا في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين بجهة قال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن اقتحام باحات الأقصى الشريف من قبل الصهاين والاعتداء على المصلين والتهجير العائلات من منازلهم في حي الشيخ جراح تعد سافر يحتاج إلى وقفة عربية وإسلامية أما ملتقى مشايخ ووجهاء اليمن فدان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ودع إلى تحرك عربي ودولي جاد لوقفها بدورها تعقد جامعة الدول العربية بدعوة من فلسطين دورة غير عادية لمجلس الجامع على مستوى المندبين الدائمين الاثنين المقبل لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة دانت الخارجية التونسية بشدة اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى ومهاجمتها المصلين الفلسطينيين العزل وجددت دعوتها المجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات المتواصلة حمل قوات الاحتلال على الانصياع لقرارات شرعية الدولية كما دانت الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة بشدة لئاسة البللمان التونسي ودعت البللمان العربي واتحاد البللمانات العربية إلى عقد جلسة طارئة قال السيناتور الأميركي برني ساندرز أن على الولايات المتحدة أن تعترض بقوة على العنف الذي يمارس من قبل متطرفين إسرائيليين في القدس الشرقية وأن ترفض المضية قدما بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها السيناتور الديمقراطي كريس مارفي أكد بدوره في بيان أن عمليات إخلاء السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية منذ جيل غير عادلة ويجب أن تتوقف مضيفا أن النهج العسكري الذي تتبع القوات الإسرائيلية تجاه هذه الاضطرابات يؤدي إلى تصعيد الوضع بدلا من تهديئته نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث نظمت الجالية العربية والإسلامية في تشيكاغو تظاهرة للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة ورفع المشاركون في التظاهرة وبينهم نشطاء أجانب الأعلام الفلسطينية منددين بالصمت الدولي إزاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ولسيما الاعتداءات الأخيرة على أهالي حي الشيخ جراح في القدس دانت الحكومة العراقية اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى وممارسة أعمال الترويع وبث الدعر بين صفوف المصلين الفلسطينيين قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف للميدين إن القضية الفلسطينية مبدئية ومحورية وهي في ضمائر العراقيين مضيفا أن حق الشعب الفلسطيني ليسقط بالتقادم أكدت الجبال العربية التقدمية في بيان لها وقوفها الدائم والمبدئي مع الشعب الفلسطيني ضد عدوان الكيان الإسرائيلي الغاصب وعصوريتي مذكرة بموقفها الرافض لكل تسويات والثقافات أو الصفقات الاستسلامية التي تهدف وفقا للجبهة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتكريس شرعية وجود العدو في قلب الأمة العربية وأدانت بشدة هرولت بعض الأنظمة العربية الرجعية نحو التطبيع وتنصلها من مسؤولياتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني وعدت هذا التوجه نحو بناء تحالفات جديدة وهجينة يقود والاحتلال حرفا كاملا لبوصلة النضال العربي وتبنيا مخزيا لمشاريع العدو وأجندته الأقليمية وفي لبنان أيضا اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري أن المقدسيين يقاومون نيابة عن الأمة وعن الإنسانية كي لا يسقط آخر ما تبقى من كرامة إنسانية وقال رئيس مجلس النواب اللبناني في بيان له إن المقدسيين يكرسون أن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي الحق والحقيقة وأن الاحتلال إلى زوال بري دعا اللبنانيين إلى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي المجاني الذي لا يستفيد من استمراره سوى العدو الإسرائيلي داعيا كل اللبنانيين إلى قراءة موضعية للتداعيات الخطرة التي تحصل في المنطقة انتلاقا من المشهد الفلسطيني باعتباره امتحانا للأمة في وحدتها واستقرارها ولمناسبة يوم القدس العالمي نظمت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين تخريجا عسكرية لمئات العناصر الجدد منورة كتائب المجاهدين حاملت أهدافا سياسية وعسكرية نطلع عليها أو نتطلع عليها في تقرير أحمد غانم كتيبة كاملة من المقاتلين تستعرض صلاحها في طابور للمشات ضمن مراسم تخرج رسمية لكتائب المجاهدين في غزة شملت عمليات استعراض الحركة والنار الاستعراض الذي ياتي تزامنا مع إحياء يوم القدس العالمي يؤكد استمرار المقاومة في مسيرة الإعداد ومراكمة القوة لمواجهة أي عدوان ونسيما في ظل تصاعد الهجمة الإسرائيلية ضد المقدسيين هذا الاستعراض يأتي في إطار الإعداد والتجهيز لمواجهة العدو الصهيوني في أي مواجهة قادمة نحن جاهزون ومستعدون لنكون في قلب معركة القدس ونحن رهن الإشارة وننتظر الرسالة من قادتنا لمواجهة العدو الصهيوني حفل التخرج شمل مناورة بالذخيرة الحية استعرضت خلالها وحدات الهندسة قدراتها التفجيرية لمواقع عسكرية حساسة كما حاكت المناورة عملية اقتحام وإغارة على فكنات عسكرية واختراق التحصينات وسط كثافة نيرانية كبيرة مناورة تؤكد حركة المجاهدين أنها تحمل رسالة للمنتفضين في القدس اليوم نوصل رسالة إلى أهلنا المقدسيين لنقول بأن هؤلاء المجاهدين الجاهزين في هذا الميدان والذين يعدون ليوم النزال هم يدعمونكم ويساندونكم ويوصلون رسالتهم قوية في تزامنا مع هبة القدس وتزامنا مع يوم القدس العالمي لنقول بأن القدس هي جزء من عقيدتنا وآياء من قرآننا وأي مساس بالمسجد الأقصى سيواجه بمقاومة قوية من أبناء شعبنا ومن مقاومتنا ورغم أن الحصار الإسرائيلي مثل عايقا أمام فصائل المقاومة على صعيد الإمدادات العسكرية تتواصل عملية استيعاب المقاتلين وتدريبهم بأقل الإمكانات وتشكل رسالة تحدي للاحتلال لا يؤكد هذا الاستعراض العسكري جاهزية المقاومة للانخراط في أي مواجهة عسكرية مع الاحتلال فحسب بل يشكل في توقيته مع تصاعد العدوان على القدس رسالة دعم متجددة من المقاومة مع المقدسيين في نضالهم المتواصل ضد الاحتلال أحمد غنم غزة الميادين فاصل ونعود أهلا بكم الجديد تدور مواجهة عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وقوات هادي في منطقة الطلعة الحمراء المشرفة على طريقين رئيسيين بين مأرب وصنعة مروران بمديريتي مدغل القدعان وصرواح وقد شن التحالف السعدي غارات على جبهتي الكسارة والمشجع بمديرية صرواح فيما استشهد سبعة مدنيين وجرح ثلاثة آخرون بعد استهداف طائرات التحالف تجمعا ليمنيين كانوا يستعدون لإحياء يوم القدس العالمي في قرية السحاري بمديرية مجزر كما تتواصل المواجهة في منطقة الجدافر بمحافظة الجوف ومديرية رغوان شمالية محافظة مأرب مفاوضات فيينا النووية وصلت إلى مرحلة تكاد تكون مفصلية وصلت تفاؤل حذير بالتواصل إلى اتفاق قبل منتصف الشهر المقبل ورغم جدية المحادثات إلا أن الخلافات ما زالت حاضرة بين الرفع الكلي للعقوبات والتخلي عن أجهزة الطرد المتطورة جولة مفاوضات مفصلية عليها تعقد الأمال لرسم مسار العودة إلى روحية اتفاق فيينا مشاورات مكثفة عقدت في فندق جراندوتيل مقر لقاءات لمجموعة أربعة زائدا واحدا وإيران أربع ساعات قضاها عباس عرقجي مع ممثلي الدول الأوروبية والصين وروسيا وفي هذه الأثناء تنقل ممثل الجانب الأوروبي إلى الفندق المقابل حيث يقيم الوفد الأمريكي لعرض الردود وحمل الردود المضادة حول آخر النقاط العالقة وهي الأشد تعقيدا إيران تصر على رفع كامل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب بغض النظر عن أسبابها وأهدافها والولايات المتحدة وعادت برفع كامل العقوبات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والمصرفية مع الإبقاء على جزء من العقوبات المفروضة تحت دريعتي دعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان عقدة تقنية تبدو صعبة على الحل بدورها تتعلق بالمطلب الأمريكي المدعوم أوروبيا بتدمير كل أجهزة الطرد المركزي المائة والخمسين من طراز آي آر ستة التي أدخلتها إيران إلى منشآتها عام 2019 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النقطة الثالثة تتمحور حول آلية تطالب بها إيران تضمن عدم انسحاب الأمريكيين من الاتفاق مرة جديدة بعد التوصل إليه كما فعلت إدارة ترامب بقاء مساعدة وزراء الخارجية في فيينا إشارة واضحة إلى أن النقاش مستمر في هذه النقاط العالقة وأن لا شيء مستحيل لكن الوقت بدأ بالنفاذ كما قال ممثل الاتحاد الأوروبي إيريك موران ووزيراء خارجية فرنسا وبريطانيا لكن العمل لن يرتبط بمهل زمنية محددة كما ردد ممثل الاتحاد الأوروبي يتسع هامش التفاؤل بقرب التوصل إلى تفاهمات تمهد الطريقة لإحياء الاتفاق النووي أجواء فيينا توحي بأن الجزء الأكبر من التعقيدات قد حلت ولم يبقى إلا القليل لكن المنطقة السائدة هنا هو أنه لا اتفاق إلا عندما تحل جميع النقاط العالقة موسى عاصف فيينا الميادين لقي أكثر من أربعين شخصا مصرعهم وصيب العشرات بينهم طلاب في انفجار استهدف مدرسة في العاصمة الأفغانية كابل مسؤولنا في وزارة الداخلية الأفغانية أوضحا أن الانفجار وقع في منطقة داشت برشي فيما كان السكان يتساوقون استعدادا لعيد الفطر حركة طالبان دانت تفجير وحملت تنظيم داعش مسؤوليته ووصفته بالدوائر المشؤومة التي تعمل تحت ستار الحكومة والمخابرات أما الرئيس أشرف غني فاتهم طالبان بالوقوف وراء الهجوم أقال إنها نتضيع فرص السلام في أفغانستان استعادت دومة كبرى مدن الغوطة الشرقية لدمشق جزءا مهما من عافيتها بتصميم أهلها في نافذة على الغوطة نتوقف عند عشرات المهن والحرف التي عادت إلى النهوض من ركام الحرب بالتوازي مع تأمين خدمات تؤمن الاستقرار والحياة لنحو أربعمائة ألف مواطن محمد الخضر دومة تنهض من تحت ركام الحرب حولها الأهالي العائدون إلى خلية نحل تعويضا عن سنوات مظلمة أبو محمد نجار موبيليا أعاد عمل ورشته في قبو أحد الأبنية المتضررة أجرى صيانة على المعدات واشترى أخرى طور عمله ليضم خمسة عمال ممن يعتمدون في معيشتهم على الورشة الورشة كانت بالأول واقفة سرعنا كثير هلنا نشينا بس الأربع صنوات ثلاثة سنوات فضيفات الحكومية لعنا رجعنا كل شيء مثل ما كان يعني شوية شوية بس كنا نحن بالأول راجعنا خمسين سنة لأورا بس هلنا تحسننا كثير هلنا كنا عم شير سمانة وحطب بس هلنا الحمد لله رجعنا لورشة من الأول يعني أحمد لا ينسى سنوات سيطرة المسلحين على دومة أجبرته الظروف على تحويل ورشة الموبيليا إلى مكان لتقطيع الحطب انتعاشت الورشة كما عشرات غيرها لتستعيد المهنة بعض ألقها في الغوطة الشرقية تمنا تقريبا أربع سنين على قص الحطب بعد مننا بلشت حل الأزمة بعد حل الأزمة فورا بلشنا بالتصليح تصليح بواب داخلية بواب خارجية تصليح كناب وكله كامل حرفة النجارة واحدة من بين عشرات الحرف التي عادت إلى دومة يتحدى العمال هنا ظروف الضائقة المعيشية وانقطاع الكهرباء من خلال التكاتف بين المجتمع الأهلي والمؤسسات الحكومية صياني للمدارس من صياني للقطاعات العام الجمعيات كل هذا ساوينا الصحة المدرسية النادي الرياضي كل هذا بسبب التعاون واللحمة ما بين المجتمع المحلي ومجلس المدينة بالأرقام يزيد عدد القاطنين في دومة عن أربعمائة ألف نسمة جزء كبير منهم ممن عادوا بعد تحرير المدينة مجتمع متكاتف أنجز عشرات المشاريع الخدماتية على طريق التعافي الكابل ثلاثة أعوام مضت على طرد المسلحين من كبرى مدن الغوطة الشرقية استعادت دومة بعضا مما كانت عليه قبل الحرب ضمن مسار صعب وطويل ليتحدى الدمار والحصار وضعف الإمكانات محمد الخضر من دومة في غوطة دمشق الشرقية الميادين إلى العنوين آلاف الفلسطينيين يحتشدون في المسجد الأقصى لحياء ليلة القدر وعشرات الجرحة في اعتداءة قوات الاحتلال عند باب العمود في القدس المحتلة فعاليات الإرباك الليلي في غزة تطلق البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف القطاع تضامنا مع القدس الضيف يؤكد أنه لا يخلف وعده للمرابطين في القدس والأقصى ردود فعل عربية ودورية منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون إدارة بايدن بمواجهة التطرف الإسرائيلي بالقدس المزيد من الأخبار على صفحة الميدين على الانترنت الميدين.net وبلغة الإسبانية اسبانول.الميدين.net اختموا نشراء في أمان الله